بسم الله الرحمن الرحيم وبين خطاين إن شاء الله سنبدأ مع بعض الشرطة 7 سنتحدث عن The Creative Customization Data Service سنتحدث عن عملية Customization في الـ Data Service اللي هي المؤسوبة طبعاً الـ EDA Business School الشفتر دا الـ Objectives التعطي بيقولي Describe how declarative the change data behavior declarative from the 5A object to entity object and application method create view accessor طبعاً احنا داعنا قبل كده the accessor و الـ Ls و الـ Ls و الـ Ls في البداية يتطلب معها حاجة اسمها group expression أي group expression يقول لي like Java is a java-like scripting language هي حاجة عاملة مثل scripting language طبعاً يحصلها عملية combination في الـ Run Time عكس java ويحصلها في الـ Combination Time وطبعاً هناك مميزات كثيرة جداً في group expression هي faster سواء في كتاب الكود أو في الـ Expression أو حتى في عملية التنفيذ على application تقدر طبعاً تستخدم group expression في كل مراحل ADFS components أو attribute أو attribute default value أو view criteria أو و و و و كل دي عناصر أقدر أستغل فيها الـ Gove expression ماذا سوال تتبق في الـ Gove expression زي المسال دا؟ بيقول لي لو أنت تكتب جغا كود هتجت الـ Attribute مثلاً 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 بالـ Gove expression نقول له sell في 10% و 10% مثلاً نفس القصة أريد أن يقول له Promotion Date يجب أن يكون أكبر من Higher Date في اكتبها بالـ Gove بشكل سهل هذا لو بالـ Gove لا هتجت الأول Promotion Date ويقصده date و بعد كده compare to هتجت الأتبيت Higher Date ويقصده يقول له أكبر من الصفحة عندما يحصل عملياً compare يكون هذا أكبر من الصفحة بعض الأمثال للـ Gove expression يقول مثلاً EDF Contacts طبعاً حاجات دين شواء الله هنستخدمها الـ Contacts دائماً سكرة الـ Contacts هو مكان بيجمع مثلاً الـ Contacts الخاصة على مستوى الـ Page من خلال الـ Contacts ذا بوصل لكل الـ Page تجميع كل الـ Page حاجات كثيرة جداً هناك حاجات كثيرة جداً هناك حاجات كثيرة جداً EDF Object لو أريد أقول بـ Groovy مصب معينة EDF Error لو أريد أريد EDF Current Date بجيب Current Date الحالي مثل السيسدات أريد أن أعطي الـ Date وقت وقت هذه كل الأمثلة على الـ Groovy Expression وسأتحدث في المثال كثيراً على الـ Groovy Expression والذي تقدمونا في موضوع Internationalization نقوم بعمل الفيديو نقوم بعمل بعض الأمثلة على فكرة الـ Groovy Expression نقوم بعمل جديد بعمل المثال يجب أن أريد من الـ Go أقوم بعمل فقط انا عملت هنا الـ Business Component التعطي فيها 2 تابل الـ Department و الـ Embleways وهنا عندي To Give Object تعال نقرب بقى موضوع الـ Growth انا هنا عندي اول concept في عندي حاجة اسمها Transient Attribute الـ Transient Attribute دراسة ممكن انا عمل فيه الـ Calculated Attribute ممكن اضع فيه حاجة 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 مثلا و انا داخل دراسة موضوع الـ Transient Attribute فتعال نشوف هنا فكرة الفكرة الموجودة عندنا في الـ Transient Attribute تعمل بعض الـ Transient Attribute نشتغل عليها تعمل بعض الـ Transient Attribute انا هنا قوة طيبة الـ Transient Attribute تعمل بعض الـ Transient Attribute اسمي اي اخيجة التعمل بعض الـ Transient Attribute التعمل بعض الـ Transient Attribute سأقوم بقوة إصلاح الـ Transient Attribute و رقم بقوة إصلاح الـ Transient Attribute واحد سأضعه بالغروبي والثاني سأضعه بالسيكل لكي نرى فكرة الترانسيات و فكرة الترانسيات و فكرة الترانسيات سنطبق المثال اللي هو قصة متاح عندنا في المتاريات هنا عندي 2 ترانسيات الترانسيات أو ترانسيات الترانسيات الطائب بتاعه دي طبعا وهو اسمه cd سأأتي هنا في خنة DefaultValueTact أقول له الله أنني أريد خطة DefaultValueTact خطت Expression. Literal G معناها Value Subter يعني قيمة ستبقى Fixed مهما أن أغيرت في ال Values ستبقى قيمة سبطة عندك اللي هي Literal G أنا عندي هنا في جروف Expression اسمه EDF CurrentDate Time وفي EDF CurrentDate سأأخذ EDF CurrentDate Time خطيت الجروف Expression بتاعي وصير وهاجي هنا ورده في نصف قصة سأعمل ده SQL بقى وقومه SQL تأتي فولد Value Select قومة Select سأعمل ده أجل تخطي لديمهين أبوال سيس لدي فرم يون لو جينا هنا تلاتي سايفنا و جينا الرانينا من التكيشن مدينة على بس الأول نعدل في format يعني هاجي هنا على ديت وهاجي هنا على ايهاند هنا طبعا في البداية بيقول لي name, description, type هتكون عبر عن ايه هو ابتتاب الولاقة هو هنا معمول له غيره خليه قوله لكي نجرب كل هذه هو من ديتوري هو key attribute طبعا لا هو مش key attribute وديه طبعا ال default value والتباصيل الخاصة بيه عندي هنا uihand بيقول لي عايز تخلي disable ولا display ولا hide طبعا هذا ليس required فممكن تخفيه او تظهره زي ما انت معايز حابب يوقف في label هقول له oya rate ممكن تضع اي label هنا وتفعلنا ان احنا ال label دائما بتقط من resource bundle عشان تحته في العربي والانجليزي حابب يوقفو كل tab حسنا لي اقول له او وليكم مثلا اي حاجة current date دا دا كتول tab الفرمات بتاعتي فرمات العادية ولا حابب تصدام فرمات معينة فقول له انا عايز اصدام فرمات معينة اللي هي وليكم مثلا yy في عندي اكتر من فرمات طبعا انو حابب تصدام فرمات تانية في هنا yymmddd او انت عايز انت بالفرمات الخاصة بيك انت براحتك طبعا انا عايز كمان ازود معيها وليكم مثلا اه h dash mm mm small اللي هي طبعا بيكون e minute و dash s اللي هي خوفه بسك اسعيد واخد نفس الفرمات لي نحن نمسي نحن نمسي نحن نمسي ويقع ثاني وضع ايهاند assemble وطبع نفس النساء نمسي ونبسي ونبسي انا بقى بيقول له حابب فيه تريمز zone control type احراب تعدل شكل وبدلا ما هو text the field خليه وليكم مثلا chat box edit image حيث تخلي ايه بزه ونسيبوا برضع ان هو default الخليه ونبسي 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 نبسي ونبسي 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 ثلاثة نبسي نبسي ونبسي 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 نبسي ونبسي ونبسي هذا اهم ايضا اول مثال استخدامنا فيه group واستخدامنا ونبسي تناول الوزبط هنا أخذتها ثلاثة رؤون وهنا هذا الـ updateable بـ never لذلك هنا مقفول وهنا هذا الـ updateable بـ never وهنا فعلا هنا وهنا عمل عملية run ويقول لي date هو نفس التاريخ نفس اليوم و نفس الشهر و نفس السنة والدقاي نفسها و الساعة نفسها ولكن الثواني هنا مختلف هنا 36 ثانية و هنا 34 ثانية و أنا أخرتش نفس شوية كمان لو مشيت هتقدر الثواني النحية دي زي ما هي 34 ثانية لذلك فوق عملها ايه بتتغير و لما يمشي الثواني عملها ايه بتتعدد ليه لأنه يحصل له compilation في الـ runtime يحصل له compilation في أول ما تعمل جملة السلك فعلا صدرما أنت عملت جملة السلك والـ application running بتقدر الـ value زي ما هي ما تتغيرش لكن ده مع كل ناكست زي ما هي شايفين بيحصل له compilation في الـ runtime كل ما تعمل الحاجة في الـ application بيترامت فزي ما هي شايفين كده شارجان معي الخاتش الثواني و غير اي مشي ده مثال صغير كده على الـ و في expression اللي هو موجود عندي في الـ material اللي هو طبعا حتة الـ current date و current date time و هنعمل طبعا مثالة اخرى كده انا هنضل الدول و هنشتغي خلاص نعمل مثال تاني صغير كده مثال ده يقول لنشنو اكتغين نعمل بونس فهي هنا هنقولو new attribute بونس هنجيبي salary plus 600 فهي هنا ايضا طيب بتاعته هتكون number و اوكي هني احسن لا تطاعت جوا هني هني دابل هاك إنه الغ بكثير من الواقعي أنه تت Jean Miles يمه واحد لقد أعرف الواقع لتعرف الواقع لا أعرف الواقع نساعد بقى كده نجيدي هوريبر ورخمته يعني هنيجي هنا والذي هو طبعا Transient Attribute الأبدات والبطاعات والبطاعات أيضاك عايزه المفتوحة للمقفول المفتوح معك هنيجي هنا هعملها بالطريقتين بالغروف إكستمريشن سهلة قوي هقوله هنا Salary Plus 500 يعني هذا البونس سهلة قوي 500 لكل موظف طب لو هعملها بالسيكل double سهلة قابل هنيجي هنا طبعا نوات رانزين طبعا نوات رانزين هنعملها بالقومة سهلة قوي هنا سهلة السلري Plus 500 From Elimblamees Where Elimblamees Elimblamees Equal equal Elimblamees Elimblamees Equal بالين السلريكتائي Elquery Elimblamees Elimblamees على القواري يعني أين الابلو.ID equal current الابلو.ID الذي هو غيري في القواري وعجي هنا أشيري الـ shape box وهو أقول أين الابلو.ID equal supplies e o Ctrl C ورجع ثاني ووقفني على الـ Attribute اشتركوا في القناة هنا في المثال جايب هالي بالجروفي إكسبرشيون بيقول لي السنري لو لا تسوي النور تعم؟ أخطي لي السنري لو مش بنور أخطي لي السنري زائد أخطي لي الإيل لو السنري لا تسوي النور أخطي لي السنري زائد مصمية لو لا أخطي إيل تعم؟ ده هنا أعليج يعني حتة مشكلة النور وهنا طبعا نعملها بجملة select برد بيقول select in VLto أو ممكن يكون نيجبها بالن VL بش يقول لي لو السنري ماش بنور أخطي السنري زائد 500 لو بنور حطي بصف فرق أمبلوية ورين الإمبلوية إقوى أمبلوية أو.إمبلوية فده المثالين كده زائد محن شايفين وهنا جايب السنس جايب فم دول وبعد كده هنجيب بقى نخت شاكة مثلا تانية على موضوع عايزة جيب سنري عايزة جيب ولا قوة وعند أجل الموظفين ولا عند موظف معي نايزة جيب الدبوارتمنتة بتاع الموظف لان حاجة إن شاء الله نجب أخير معا نرجع العيني هون هي مشكلتك أريك أن تجيبه مشارف إيه Error During Operations من نسلكت أريك أن تجيبه دو السرور طيب ماشي هنمعنش رس هنعدل الدفت هنخليها ننظر نحن مختارين من الأساس الداتا طيب بتاعتنا أو الـ Domain الذي نشغل عليه أريكا الـ Domain وليس الـ نتأكد بس أن الـ Value مثل ما هي وفيش أي تغيرات معمولة تمام سيج نتأكد بس 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 طيب نتأكد بس نتأكد بس أم نساء نتأكد بس أي موسيقى نتأكد بس نتأكد بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الطريقة اللي مكتوب بيها الاسم الاتريبوط نترمشين انا ممكن اكون مزود حيجة او مناقص حيجة على فكرة الاسم الاتريبوط هنشوف طبعا طبعا انا طبعا وصلت رون ومهرش مشاكل وفعلا بيجيب لي هنا الديفونت باليو زي نحن شوكين بيشوف السراري الارجئي ويجمع عليها 500 زي نحن شوكين جاي طبعا معي بالجروبي بيشوف وغير اي مشاكل طبعا كويس ان المشاكل اللي بتحصل انه بنشوف ازاي نقدر نعمل نعمل البوب بتاعنا ونقرأ الارج يعني شيء كويس واربك ان المشاكل بينكم بتحصل وانت يعني عمتا قوضة وعرفها طول مرة شغالها هتلاقي مراقبة وحاجات انت مكنش عاملها واربك وهي قريبا بيها اس وهي قريبها فما تتخلقش بسرعي هنتمل بعض الامثالة ازاي وانت مثلا نجوه وطيبه الامبلوية تجيب بالجروبي او تجيب بالجروبي او تجيب بيانات من المنتابل الادهار او تجيب اول مريضة جروبي او او Chief اعزب الامبلوية مريض مريضة واختماع لاسهل مريضة جروبي او ساعة نصنية يكون في طلب مقود معين يقول لك أنا أريد إمبلوى ديتيل طبعا لا أمشيغ زندق دلوقتي ترانسي انتربع تقصر إسترين ويشفو شكرا نسبته بالاسم الديفولت نسبت الديفولت كأكسب إذا إمبلوى نيم إيز وبعد ذلك يكون كاتما الفرسلين مكتب مالس فيز مكتب مالس فيز مكتب مالس فيز لا يوجد الان يضران م��س فيز مكتب مار ستي постоян تعال بوردك بالغروف expression طبعا عندنا هنا فيه حاجة اسمها view link وفيه ما بين relationship و entity و بعضه فيه حاجة اسمها association تعال هنا بالview link المستفق بي انا عايز وانا جول إبلوية اجيب حاجة من ال department داني عمله ازاي؟ بيقول لي فيه حاجة اسمها view accessor فعلا فيه relation ما بين هذا و ما بين هذا وفيه عندي هنا حاجة تحت اسمها accessor بيقول لي انت وانت جوه ال department وعايز تجيب حاجة من ال الامبلويس اجيب ال accessor لك طبعا انا اعمل اكسي بوست عشان اقدر من هنا جوه الامبلويس اجيب حاجة من ال department واسم ال accessor لك اسمه departments واحد ويقول لك طب نقدر نوصل لها زي سهلة و ما فاش اي مشاكل خالص كإكسي بريشان بوستوي كذا ضبط اسم ال attribute على كل اللي انا محتاج اجيبه فانا محتاج اوليكم مثلا اجيب ال department اعلى افتحلي الناحية التانية هنا ال department و هاتلي منو ال department كاتريبيوت طبع مش كاخولم انترون سي نوغين اعمل مرون شكرا نعم ونحطي تغوفي على مجندر حين كونترول إكس ها عمل هذا عن ترانزين تعتريب خلي سترين وحطي تغوفي تاتا قريب ترجمة نانسي قنقر فعلا جايب لي هنا اسم القصوة على كل موضوع ممكن كنا عملنا تشكل النوم نجيبها بـ if statement بقى تجيبها بطريقة الـ condition operator كما أنت باعيز يعني عشو فاطر ما نعطش نطول برضك اهيه لو انت عايز تجيبها بالـ if statement هتقول له if department 1 لو هو لا يسوي النوم هترين كذا department 1. department 2. else هتليكذا ممكن بطريقة تانية اللي هي تقول له لو دي لا تسوي النوم الـ condition or operator مش باف statement هتلي department name لو لا تقول له انت نتوارك او خط افوضي او خط المنت عايزيه تمام هذا كده مثال طب بـ select statement برضك سهلة تعالى نعملها بـ select statement نسخي الـ expression ده وحاول لي الموضوع بـ select statement خد لي بس في الـ quale تلعيدة يعني هتليه الفيل ده ده دا يجع من الـ quale انا هقول له where الـ يسوي اللي جاي لك من الفيل وعن department iu وانتوارك طيب حاجة هنا في الـ attribute او خلق او بحاجة mcshwebac muss im replied look the department underscore name from department where an assortment إسمى اسمع الوطنطس سيقفل عدد نضع شوال شوال وبالد هذا ورام هذا سيقفل 3 فأنا 3 اشتركوا في القناة 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 هترامل طبعا هي أنا كنت تكتب تقريبا اسم الـTable غضب طبعا هي ممكن تجي إررر معاك في حالة واحدة هي اللي أنت أريده يكون موظف مميش بسر يدور على الأكسسسور بتاعه ما ينوش فتلاقي في إررر فساعدت أبدا عالج النال بالي عالج النال بالي بقى بالـMVL زي ما أنت وكنت متعاودة أو حتى هي موجودة في الميثال عندنا لو تعملها بـGreat expression تستخدم مثلاً If statement أو Condition operator بالشكل يوجد بينك ذا ها مثال وسيط على الbest wide طب عكسي يعني ايه عكسي أنا عايز وانا جوا الـ Department أجيب Value من الـ Inbullition عادي ماشيك انستخدام بارده تبقى فساشي أزاي تعانشوف أنا هنا هكون جوه الـ Department وهزود Transient Attribute وشكذا نبقى أحبت أسامي وكلام بكله Number وكأكس فريشن فرضا باستخدام الأكسسور الأكسسور عندي اسمه Indonesia الرؤون بتاعك بتقول إيه؟ بقولي أحبت أسامي الأكسسور الضغط الأجريجات فنشو ومبين خوصين أتحبت أسامي الأكسسور نتايا أليك انتخي بزن بيتخطك أسامي أشعرم أحبت أسامي أحبت أحبت أسامي أحبت 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 أسامي الأكسسور أحبت أحبت أخرين بحاجة الكريم لم ي دونة موظفين موظفين هنا كل مهارة ب FA president يمتون لهم الصن وbn يبقى معك قوي او احسن حاجة زي كده دي بارتمنت الثمانين السرائي بتاعه ده فعلاً لو جينا نجمع السرائي او كدت بصمي كانت في موظفين قليلين شوية او مثلاً جيلاً كان بيقول لي عشرين الف تنتمية مش عارف الكسور لو جينا عند السرائي فعلاً ألف ومتين اتنشر الف وتمانية زائد 8800 هتطلع عشرين الف وكسور فده فعلاً هنا ايه المثال اللي جايلي بشكل وط طيب احنا طبعاً ويندونا شكلها اختلف معك بالشكل ده وانت دايخ فيها او مش عارف تزبطها بتيجي هنا من قايمة ويندو تقول له ويندوو تفاكت رسد بيعمل زي رفرشين تبقى صغيرة ويرجع كل خلال طبعاتها طيب ايه تاني طيب هنا بقى امثلة لو انت عايز تجيب department name اه ده مثال اه ده مثال عشان بارده يشوف مشكلة النظر اه كده احنا جربنا فكرة الجوهي expression الحمدلله ما فاش بشكل بالنسبة لنا اعطاك خلال طيب بيقول لي define attribute control hint ال control hint قلناها اللي هي الموضوع attribute و labels formatting خلاص و قمناها خلاص synchronize column with trigger assignment value او كده ندخل بقى في حتة اله trigger assign default value اللي هي مثلا نقدر نقول ايه زي ايه زي sequence كده انا عايز بت trigger the assign default value من sequence وعلي كده نتكلم عن والvalidation دل على entity object ونسطب الفيديو انا هنا التطايم بتاعتي ايه؟ بيقولي التطايم بتاعتي زي ما احنا شايفين هنا there the port point to id and no number و التطايم بتاعتي و هي و هنا الطبعا التطايم بتاع كل خيره في انا هنا مش اشتغل على مستوى ال view عشان نعمل هذه القصة على مستوى الانتسي هدخل هنا وليقل على Department على Attribute وليس هنا على هذا طيب بتاعك ال Department تأجيله هي Number ونحن نخلص اسمه DB Sequence DB Sequence اخترت ان هي تبقى DB Sequence تمام بعد كده ايه هي السيكنس اللي اجيب منها هتتفاير ونخرر Trigger على مستوى الانتسي على بزي كنمدها هتتفاير بانمستوى الانتسي ممتع تبقى الانتسي باقى الانتسي نتغل علىه ولمتقى الانتسي نهو فيو اثواء مستوى الانتسي نتغل علىه ولمتقى الانتسي . . . . . . . يجب الترغير اسمي اضع اي اسم طبعا اضع اسم طبيعا وانتقل بتعرف تقربة عن كده يعني بسحرين بنامت بس الكولم name اللي هيتفاير فيه الsequence name الكولم name اللي هيتحط فيه الvalue department underscore id أنا هنا عامل بحيث ان هو يملأ الـ departmental اجيب الـ sequence اللي ميكريتا قرية على الـ database هستفد ايه؟ لا هستفد كتير تعال كده نشوف استفد ايه؟ ثم نيجي ندخل على الـ application هذا الوقت لو قيتنا رامنات الـ application مدين بتاعي لو قفنا على الـ departmental id دلوقتي وعملت create ما عايزنش بص مدين هنا بص خط لك سريب اتنين ما فيش مشكلة بس كامل بس كامل الـ cycle بتاعتي manager id في عندي الف و في عندي مية وموظف بقم مية وصلا department وصلا بس اعمل بس اعمل compatible هتلاقي دلوقتي جاف فعلا value من sequence يعني الـ-2 يعني هو بيستعد انه هو هيسخل value من sequence في الماموري بس لسه ما تسحبتش وتقصين داخل داخل تظهر انت الـ value دي لما تيجي تعمل اعملت commit بص بيجيلك ده هنا كان مثل وكلما تعمل grade يجب لك value delete مش حتاج ده مش حتاج ده مش حتاج ده تمام تمام وكي تعمل ندخل عن view object department منشينا التربية ومشينا هذا الجزئيه بتاعت الموضوع Assign Triggered طب الانترنت يستخدمه دائما فيه مثل اسمها أصلا FindByKey الانترنت هي حاجة عامة كي كده عامة كي بس فيه بعض المميزات اللي هو ممكن يقبل ننزل من ضمن المميزات اللي هو ممكن يقبل ننزل وممكن نعمله مثل Compose Key تعال نشوف مثل سلاحك هيا هنا على الانترنت على الانترنت وعمل Right ونقول له New Entity Constring اسمه انترنت يجب علي ما شي ثلاثة وثلاثة ثلاثة وثلاثة وثلاثة ثلاثة وثلاثة تعمله أضع اسمه ممويا ستلا ويكون على ايه بالضبط على حاكتين السالري وفي نفس الوقت يقبل على فكرة هو نفس الصفوق البرائماري تيه بس انه ممكن يقبل موضوع يعني لو انت عملت على الترويق واحد هيبقى يونيك وكل حاجة بس البرائمار تيما بيقبلش ان فيه كلام يبقى موضوع لكن ده ممكن يقبل ان فيه كلام تبقى موضوع وممكن استغرامه في المسال زي هذا اللي انا عمل زي كنبوزة تيه اللي انا اقول له ما ينفعش اثنين قسمين يتقرر معاهم السلة يعني ما ينفعش مثلا موظف شغال في القسم رقم 10 او او مثلا خمسين وبيقبط خمس تلف وموظف شغال في القسم رقم 5 تلف ودا ما ينفعش كرول يعني او كveridation دلاتي عنامج نحق ايه الترنيب ميكست وفنش ننطبق بقى البيزنس validation دي على مستوى الانتتي حاجتنا على مستوى الانتتي اقول له entity level validation ونختار حاجة اسمها key unit key فبيقول لك انت عندك حكين عندك اللي هو primary key بتاعك ممكن تعمل عنيه unit key وممكن عندك اللي هو internet key فاقول له لا انا عايز فعلا internet key والfilial message a نخطع اي تهريك وبعد كده وانا نضع بقول اي كلمة FF انها failure وانا نقوم بتاعك طيب هنيجي دلاتي الرند ونشوف بقى الفكرة ايه اللي هو المتوى انت تهريك وانا نقوم بتاعك وانا نقوم بتاعك وانا نقوم بتاعك ويقوم بإمكانك بإمكانك 24 ألف إخوة 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 24 ألف لا إخوة فهنا عملت كمبوز 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 وطبعا لديها مثل نستخدمها مهمة وليها جيد نستخدم من عملتها فها فائدة الثانو إخوة 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 اخوة تمام 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 نحنى انتظر الآن إخوة اخوة إذا نوع ، و نسأل إليه target ، إذا ترغب على إختار الإخراب فإن إنتيها طبعاً عن سبب الحساب. إنها أثناء الخطوات ، موديفع دفولت بهيور وفاوش الدفاين كنترول هنته التربيوت واحد كان كلية تدعملنها الموديفعيات تتشاهدها هنشوف بقى الحاجة ان شاء الله في الموديو للي الموديفعيات تتحرك في الفيديو الموديفعيات تدعم الوضع اوكي ريطريت تتغير في القرى و change order of query rules اللي احنا عملناها أصلاً قبل كده لما خبب تعدل طب تعالى نقرب ال options لين هي سهلة ووشرة قوي ده هنا view object موجود خبب تعدل في ال order بتاع نصر بتاعه set order وتعدل في ال order بتاعه زي ما انت نختاق عندنا برده ممكن ناجي هنا على ال query ممكن تشيل بعض ال value من الموجودة هنا ممكن تعمل where conditions زي ما انت معايز حيث انت تشترك ال data ممكن اجهو هنا وقل add condition وقل where is necessary اكبر من مثلا خمس ثلاث add item هاتلي الناس اللي باعتهم salary 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 اهي greater than مثلاً اعتقد ان احنا وردك عملنا قبل كده greater than better value مثلاً خمس ثلاثي هنا انا عملت أي restrictions and where conditions وقدر طبعاً اطلب على الموضوع ده order void order by salary طبعاً طبعاً ممكن اعمل bind variable الملحقة اللي احنا كنا نتكلم عليها فده already mail الكلام اللي هو بيقول لي restrict the program retrieve by query order بتاعي retrieve rules by query restricting rules عملنا restricting list list اوضان يتعمل قبل كده اكثر من مرة reken 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 بيقول لي لو انا في موستر يعني مثلاً تعالى على department وتعالى على view accessor بيقول لي وانا جوه الموستر اكيد بمسك معايا the details تعم في الخواري فلما امسكهم يعني انا دلوقتي مثلاً في department 50 معايا كل الموظفين اللي في department 50 فلما يتراني الابليكيشن امسكهم وفضل معايا في المماري reken rowset اخليهم معايا في الروسيت التوعي ولا لا اسيبهم وبعد كده يتفاير مرة تانية وضيبهم مرة تانية يعني كما يعمل requery فممكن يقل شوية في البرفورمانس فلما انت تأخذ بقى من التيمليدر اللي موجود معك مثلاً حلقة الروسيت اخليها معايا ام حسب بعض الشركة نستمتش بس كده لا اعتقدش ان احنا في حاجة تانية مقصولة اه اه اكي اعتقد ان كل اللي اقصني هنا 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 نستمتش بس نشوف ورده منزل منزل نستمتش و處 lle ودعم مركز وحتي حتي انظر هكذا هنا اقصد على الان فهنا نعمل حيث اسمها بنيو كريتر لو انت عملت bind variable يعني هنا ده bind variable طبعا أو ده where condition لو انت عملت bind variable يعني عملت هنا على جملة الاستعلم نفسها وعملت bind variable وانتلو وير ان دي bind variable معين يبقى لازم كل مرة تدخل للbind variable عشان كوري يجيب لك لأنت عايز كريترية لو دخلتها تجيب data لو مدخلتها يجيب all data اش عايز انه يبقى مصد فيه يعني انه يكون حاجة موجودة وvalue موجودة يدخل value عشان سطر ردتها او يستنت assignment من شاشة تانية تاخدها كargumentation query ايضا عندي حاجة اسمها في criteria هنشئ في criteria وليكن add item طبعا انت هنا عندك ويمكن add item ويمكن add group ويمكن خلال كتير وليكن هنا department id اي حاجة equal find variable g id ونوع number ونوع number ونوع number ونوع number وها عامل item تاني الoperator هيكون نخة and or 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 means انت يكون مع بعض كل شيء المحلول salary doch toll ويستنى 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 وعندنا شيء اسمه يعني انه يقع الوضع الاساسي ويقع الوضع الاساسي يبان معانا او دوره لما نخش جهة الاساسي يعني دوره يبقى معدوم شوية بس هي فكرة الاساسي حسنا تعالى كده لما تجد ترامب ده الامبلوية جايك كل الديتا عادي ولا في اي حوار لا انا اريد ان استخدامي الكاريتريا دي عليه وهاتلي السالري اللي اصبر منه 8000 8000 نعم 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 د Firebase نعم 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 سأخذها الاخرى فأضعه وضعه بيو نضع الBindVariable أو نضع أضعه ونضغط فيها ونقوم بإضافة ونقوم بإضافة ونقوم بإضافة نقوم بإضافة هذه هي الوغفة ونقوم بإضافة ونقوم بإضافة فإنها معينة وأجلنا سأيضا ونقوم بإضافة وأنها مقشرة وين هين شديده وين تشتغل ميشي هيك برايتري هي انتر او قريتور قولو بوين وينش ميش وكي تساث ايس ناس تساث ايس تساث ايس تانين تساث ايس اهلا طب يا جماعة انا كان عندي مشكلة يعني هي نفس المسابقة احنا شغاني عليها هنا تفعل من view criteria اهو عند الapplication material بتاعي طبقت علي view criteria معينة اللي هي mrs.do criteria قلت له ok لما قلنا نرن الapplication material انا قلنا لكم طبعا كانت هنا المشكلة اللي عندي حالة هي في الحالة مشكلة عندي هي المشكلة عند الj developer انا اخترت attribute معينة و قلت له or مش end هو ادخلت داخل v-object تعالى v-criteria لقيته الapplication متغير و في نفس الوقت كمان لقيت الموضوع commission and salary و من المفترض جدا هنا انا قلت له نحيجبه الapplication بس ده عشان ما تطبع عليه criteria اقوله find وليكم مثلا ال salary اكبر من 15000 find نعم 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 ثاني برده ثمان تلاف ثمان تلاف ثمان تلاف او اكبر او اكبر او اكبر او اكبر او اكبر بالـ value نعم و نضرب وهنضربه لو ما اشتهلت شعلي امبرميز find the criteria ونشتهل نقوله النستواري أكبر من 9-3 find فعلا كده هنجيب الناس اللي مرتبتها لا ده جايب لي بوردك ال equal 9-3 دي حاجات جميلة وغريبة بصرحة طب نعمل ايه؟ ادخل لي تاني على ده و edit و remove the criteria اللي عليه و save كده انت عملته وادخل تاني edit ونعمل ايه؟ وعمل لاشي مغلقه خي طيب فعلا شايلت بطريتيريا و save و ادخل edit و stabilize مرة تانية بطريتير اضلح لو الدنيا وردك ما بزمطتش تشيل فيك رايتاريا خالص واخطها من اول ولي لمنطباقة جهزة نشو اللهية اضلح ما هي ما كنش مطباقة اوكي لا ده ما نطباقها من بارة اكبر من 8000 فايند لو جاء لا جايب 8000 طب كده رموه بقى ايه هتخطر تخش طعب تلعب لاني تيجي هنا هترموه لجي كريتاريا نفسها نفسه نفسه سوف تجي فيه نفسه تجي فيه نفسه تجي في الابيكيشان مليون فيه كريتاريا طيب هني يجي هنا على الاخرى application review overview على employees شلها اوكي وتعلاني على employees the next ليز away ser المشرك المشرك والمشتgie المشكلة والمشور المشاكل ندخل على الابقائشن من جول وهاجه هنا نرام هنا نرام هنا نرام يوجد كاركترية المنغولة هنا نرام وانتظر على الاساس 8000 و 2200 وكذلك تؤثر الى الجديد في الكامل و تفتحه لأنه كده طب ايه هو عايز نحط الوبريتور أخبر منه 8366 و ايش فيه اه عايز نحط الوبريتور بس ليه غريبة لأنه مفهودة اللي احنا حطنا في الريترية نفسها الوبريتور الموجودة اللي هي جريتور زين طيب فهيش يجبن لأنها طبعا هنا خطت الوبريتور طبعا انت اعملها بايند فاريابل ستطلع مزموطة قوي يعني انت لو انت اعمل بايند فاريابل هتطلع مزموطة قوي طبعا ان اعملها بايند فاريابل بايند فاريابل اهه ادت ان الانترية مش اكبر منه المترجمات في رائع و دعيش موسيقى القديم وكثيرا. رمض. إمبنويس كده جايب كل الديتا إذا ما تشايفين. طب ها أبلا يعانيك فيه كريتاريا اللي هي دي. وكثيرا. 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 فعلا هنا جاب لي كل حاجة مسبوكة. وكثيرا أكبر من كام 8. كده كنت خلصتا للشابتر ده. إن شاء الله الشابتر الجايب. بقى ندخل في الشغل الجد قوي. اللي هو موضوع الـ Validation. وفوض إن اللي قابليه طبعا. خطة البروغرامات فيه. هنشوف هنبدأ بأي. نبدأ بالبروغرامات فيه. ولا نبدأ بالشرطة الـ Validation. بحيث النشوطرية جايين. يعني فيهم كود. يعني النشوطرية اللي هو بقى بداية. شغل الكودين. في الـ Entity أو في الـ View Object. أو في الـ Application. بحيث النشوطرية اللي هو بحيث النشوطرية. بحيث النشوطرية اللي هو بحيث النشوطرية.